السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وانتوا بتشوفوني لو اول مرة تشوفوا قناتي انا حنان عادة ان انتوا بتطلبوا مني فيديو مشتريات للسوبر ماركت انا حاولت ان انا اجمع لكم حاجات انا باشتريها من السوبر ماركت وبحاول ان انا احفظها في وقت طويل لان انا بجيب حاجتي اسبوعية فبحاول ان انا اخليها لغاية اخر يوم في الاسبوع وان كان كمان ازيد انها تفضل معايا كاني لسه جايبها من السوبر ماركت فانا دلوقتي احاول اوريكم كذا طريقة للحاجات اللي انا بجيبها وبحفظها ازاي والطرق تقدر ان انتوا تستفيدوا منها يعني اول حاجة انا هنا جبت كولوريكس كولوريكس الاخضر ده ممتاز ان شاء الله بعملكوا فيديو منظفات لوحده بحبه جدا بينظف معايا ورحته حلوة جدا بغض النظر بقى عن باقي الحاجات كلها هتبقى مأكلات بس هو ده كان الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها يعني من السوبر ماركت جبت هنا لقيت البلوكات دي بتاعة الزبدة لقيتها سعرها كويس الثلاثة كانت تقريبا بخمسة واربعين جنيه وجبنا شيدر انا دايما بحب اجيبها بلوك واحد ما بحبش اجيبها بقطع وهقول لكم ليه برضو والحلوة طحنية وبريطة من صلصة وتفاح يعني هي الحاجات دي انا يعني حسب ما بروح سوبر ماركت بلاقي الحاجة او الحاجات اللي انا ببقى محتاجاها في الاسبوع ده فابا جبها لقيت فلفل الوان ولقيت كيس جبت كيس لوبيا وتوم بودر وبسكوت انا بحبه ودورا وبرتقان طبعا البرتقان الصيفي ده ما بنستغناش عنه وتين بحاول افضي بقى الحاجات هو الحاجات طبعا بعد ما بنفضيها احنا بنخسلها كويس الاول كنا في اول ما كنا بنجيب الحاجات بنرش بقى ونعقم انا بسيبها على التربيزة برش الكياس في الاول وبسيبها وقت وهي مرشوشة وبعد كده بحاولنا انا ايه افضي منها الحاجات الحاجات بقى اللي انا بحطها في اطباق دي هخسلها ونشفها وحطها في التلاجة جبت بطاطا ان شاء الله هعمل لكم فيديو حلو جدا جدا للبطاطا من غير شاوي بدون فرن يعني وموز يعني هي الحاجات دي دايما قلت لكم بتقعد معايا اسبوع واكتر كمان انا هنا بالنسبالي لقيت الموز شوية فيه بتاع 4 موزات كده لقيته مستميين قوي فاخدتهم وشلت الباقي طبعا في التلاجة لان الجو حرم لو سبته برا هيسود اكتر فالموزات دول دلوقتي انا هحط الحلوة الطحنية في العلبة حاولوا ان انتوا دايما عشان ما تطلخبطوش الحاجات اللي بتجيبوها من السوبر ماركت تكونوا محددين لها العلب بتاعتها ما بتتغيرش ابدا علبة الجبنة هي علبة الجبنة علبة الحلوة هي علبة الحلوة كل حاجة زي ما هي وكماء يعني كذلك بتخلوا اماكنها في التلاجة معروفة عشان ما تطلخبطوش ودي الزبدة اللي انا جبتها بصراحة يعني انا كنت عمل لما عملت الفيديو كنت لسه اجايبها ما جربتهاش بس انا جربتها حلوة جدا يعني عجبتني طعمها حلو يعني ما فيهاش ريحة بتاعت الزبدة الوحشة هي زبدة حلوة وتقريبا التلت بلوكات دول كانوا بخمسة واربعين جنيه فسعرهم مناسب انا بعد فترة طويلة استخدمها انا بعملها كده مكعبات عشان مش كل ما محتاج اوسخ السكينة وقطع مكعب انا ما بحبش الحركة دي لاني بحس ان كل حاجة تلسلسة ايدي والسكينة والمكان اللي بسندها عليه فبالنسباني بقطعها كده مكعبات بحاول زي ما انتوا شايفين ملمساش بايدي بلمسها بمنديل او بتكونوا لابسين طبعا جوانتي في اديكم عشان تقعد كل ما انتوا منعتوا ان انتوا تلمسوا الحاجة باديكم كل ما هتقعد فترة طويلة معكم اكتر حتى لو في التلاجة مش في الفريزر انا هنا جزء حطيته في العلبة دي علبة التلاجة انا هحطها في التلاجة هستخدم منها والباقي هقطعوا برضو مكعبات وهحطوا في كيس وحطوا في الفريزر لما يخلص اللي في التلاج هطلع اللي في الفريزر استخدم منه ودي علبة الزبدة برضو وهي علبة الزبدة بتفضل ما باستخدمهاش لاي حاجة تانية بتخلص بحط فيها زبدة تانية عموما لو انتوا عملتوا يعني الترتيبات دي في حاجة المطبخ هتستريحوا جدا والحاجات دي هتوفر معاك وقت ومجهود طويل يعني انا من ساعة ما بعمل الحاجات دي بصوا لحطيتها هنا في كيس ده هحطوا في الفريزر ملهوش مكان في التلاجة هحطوا زي ما هو كده في الفريزر وقتا ما خلص الكمال اللي عندي في التلاج هطلع منه زي ما أنا عايز جاهز وبدون ملاس للسكينة زي ما قلت لكم هنا الموز لما لقيت أجزاء منه طرية قوي ولقيت مستوي على الآخر فقلت هقطع منه هحط برضو منه في الفريزر حاولوا انه انت تلحقوا الفكهة يعني اول ما تجيبوها مش كل الفكهة بتبقى سليمة او بتبقى كويسة فانتوا اول ما بتجيبوها بتفرزوا الحاجة الكويسة الجزء الناشف مثلا منها عن الجزء التاني اللي هو مستوي قوي وتلحقوه وتقطعوه زي كده تحطوه في كاس وتحطوه في الفريزر انا بعمل كده مع معظم الفكهة اللي بجيبها اول ما بلاقي كده حاجة تكون خلاص مش مستحملة وباشيلها في الفريزر بتنفع في عصير بتنفع في ايس كريم ممكن تعملوه اي حاجة زي كده بتنفع بتبقى انتوا انقصتوا الفكهة اللي انتوا جبتوها وفلوسكم ما راحتش في الارد وفي نفس الوقت انتوا عندكم حاجة في التلاجة تقدروا ان انتوا في اي وقت تطلعوها تعملوا بيها عصير بصوا فكرة الشفاطة دي انا بحطها بشفط بيها الهواء اللي في الكيس بعمل كأنه مضغوط يعني وفي الاخر بضغط الكيس بقفله كده تمنع عني لما تحطوه في الفريزر ما يعملش تلج حواليه وطبعا انا جعت لاني نزلت جبت الحاجات دي وجيت اصلا كنت فترة طبعا قبلها بس طبعا عايزة دلوقتي اي حاجة كده سناك فهنا هاكل زبادي وهحط عليها بقى الموز وهديها رشد بزوشية طبعا انا عملالكم فيديو اصلا لبزوشية ازاي انتوا تقدرون انتوا تدخلوها في حاجات كتير عملتها بكذا طريقة هبقى سيبلكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف والموز اصلا عشان مسكر انا مش محتاجة حط بقى عسل نحل او اي حاجة هحط كده الطبق على جنب وكمل بقيت الفيديو دي جبنا الشيدر جبنا الشيدر في العموم البروتين فيها عالي يعني انتوا يعني افضل بكتير من انتوا تجيبوا جبنا رومي او كده يعني البلوك ده كان بخمسة وتلاتين جنيه بيقعد معي وقت يعني اكتر من اسبوع ممكن يعدي العشر ايام ممكن يعدي لو انا استهلكت فيه على قدي يعني ممكن يقعد معي بالعشرين يوم فانتوا هتقولوا ازاي بيقعد بالعشرين يوم وما يبص واحد ما تغياش عمو من الجبن من الحاجات الحساسة جدا فما تلمسهاش زي ما قلتلكم بيديكم اطلاقا يعني انا بصوا هلبس جوانتي واحاول ان انا المسها بالجوانتي ملبسهاش بايدي وانا قسمتها كده لان انا هحطها في كيس واحطها في الفريزة لما بحتاج بطلع واحدة من دول بقسم الجزء اللي انا عايزاه بابشوره على بيتزا بابشوره على بيت بابشوره على اي حاجة انا بعملها عايزة اكل فيها جبنة وطعم الجبنة فيها فبطلع الجزء اللي انا عايزاه وبابشوره منه والباقي بشيله برضو في الكيس عرفته دي طريقة حلوة جدا لحفظ الجبنة ودي الدرة انا بحبها وبحب استخدمها في سلطات في سلطة التونة هبقى نزلكو فيديو باردو لسلطة التونة بالدرة حلوة جدا فبجيبها مش بحب اخليها في العلب الصفيح فبجيبها بفضيها في برطمان ازايز دي كده ولما بعوز بطلع بس طبعا الاول انتو بتحطوها في مصفة الكمية اللي انتو هتستخدموها بتحطوها في مصفة وتخسلوها بمية نظيفة من عندكو في البيت عشان تطلعوا منها المية اللي هي فيها مادة حفظة ويكون طبعا برطمان نظيف وغطان نظيف وبتقفليها وبتحطيها في التلاجة تقدير انتو تستخدمي زي ما انتو عايزة برضو بدل ما تفتح العلبة وتسيبها مفتوحة وتتهوى يعني الحاجات دي بتحفظ من انتو تستخدمي الحاجة وقت اطول ومحتفظة بتعمها ورحتها بدون ما تغير يعني انا لقيت برضو هو السبع المالك اللي انا جبت منه خير زمان كل في القصير طبعا عارفينه احيانا بيبقى فيه خضار واحيانا بيبقى فيه فكهة الحاجات اللي انا بلاقيها وبكون انا محتاجها بجيبها انا جبت هنا كيس فاصوليا فاصوليا بيضة هو انا مش عادة بطبخها طبيخ بصراحة بالدمعة وكده لا انا احيانا باخد يعني شوية منها صغيرين وبنقحهم بعد كده سلقهم بعمل بهم سلطة بتبقى حلوة قوي بتخلوا زيت الزيتون وشوية ملح وكمون وعليها بصل مقطع يعني شوية حاجات كده ايه هبقى اعملها لكم ان شاء الله في فيديوهات هتعجبكم وتعتبر من الاكلات الصحية جدا الفلفل لالوان عادة لما بجيبه من السوبر ماركت بقلفه زي كده بقلف كل فلفلة في الستريتش ده البلاستيك الغذائي عشان تقعد معي وقت اطول لاني انا بستخدم منها يعني انا بجيبها بخسلها بحطها بلفها في الستريتش بس تكون نشفة تماما معليهاش نقطة مية وبعد كده بتلفوها في الستريتش الغذائي ده وتقدر ان انتوا تاخدوا جزء منها انا خدت هنا جزء عشان هحطوا برضو في الاكل عندي اللي هعمله ونشفتها كويس جدا وهلفها في الستريتش هتقعد معاك وقت طويل جدا في التلاجة يعني تاخدوا جزء وتلفوا الباقي تاخدوا جزء وتلف لغاية لما تخلص معاكم لاني عادة الفلفل الملون ده بيبقى حجمه كبير فاستحالة يعني مشانا قدر نستخدم الكمية دي كلها بناخد جزء بسيط منها فلفل الالوان مفيد جدا وفي نسبة الكالسيوم عالية فحاولوا ان انتم تدخلوا في اكلكم واكل اولادكم بكل الطرق حتى لو ياخدوا كده كسناك تقدروا تقطعوه شريح شريح انا بعمل لأولادي كده وحطولهم في الطبق بشكركم على المتابعة والسلام عليكم